اشتركوا في القناة من شهر نوفمبر 2019 إذن البداية في الفترة الصباحية بالسواحل الوسطى إلى غاية المناطق الغربية ولايات تيبازا شرف عين الدفلة وأيضا مناطق ولاية مستغان موهران ستكون معنية بأمطار معتبرة وخطر أيضا لتساقط لحبات البرد بحول الله تعالى مع مرور الساعات الأولى من الفترة الصباحية نتوقع وصول هذه الأمطار الغزيرة إلى ولاية تقريبا تيسم سيلت بالإضافة إلى ولاية معسكر وغريزان وأيضا شمال ولاية تيارت بحول الله تعالى أيضا ولايات المدية وأيضا ولاية بازا قد تشهد أيضا أمطار غزيرة بالإضافة إلى منطقة خمس من يانا عين الدفلة وأيضا مناطق ولاية تشلف أن تسجد أمطار غزيرة أذكر أيضا بالمناطق المعنية بالأمطار بحول الله تعالى المناطق الغربية ولاية تلمسان وهران مستغان مشرف عين الدفلة ولاية تلمدية تسمسيلة خمس من يانا أيضا مناطق معسكر غريزان وأيضا ولاية تيارت ولاية أيضا تلمسان كما قلنا سيدي بالعباس ولاية السعيدة شمال ولاية الأغواط وشمال ولاية البيض وشمال ولاية النعامة كل هذه المناطق ستكون معنية بأمطار ستكون متوسطة نسبيا عكس المناطق المذكورة سالفا أيضا أمطار مرتقبة على الجزاء العاصمة في الفترة الصباحية إلى غاية الظهر إلى غاية ولاية بومرداز ولاية زيوزو بيجاية ولاية بورج بورريش بالإضافة إلى ولاية ربويرة والبوليدة وشمال ولاية الجلفة بحول الله تعالى في الفترة ما بعد الظهيرة إلى الأمسية نتوقع وصول هذه الأمطار إلى ولاية الأغواط ولاية البيض والنعامة كل هذه المناطق كل شمال ولاية الأغواط وشمال البيض والشمال النعامة ستشهد أمطار بالإضافة إلى شمال ولاية الجلفة أمطار أيضا مرتقبة على ولاية جيج البجاية وإلى غاية تيوزو قسنطينا ولاية ميلة وصطيف إلى غاية ولاية المسيلة ستشهد أيضا أمطار في الفترة المسائية أيضا أمطار ستكون بحول الله تعالى على شمال الصحراء واللوحات ولاية بسكرة بالإضافة إلى شمال ولاية وادي سوف وأمطار أيضا في الفترة الليلية على السواحل الشرقية من ولاية عنابة سكيكدا ولاية أيضا بجاية جيجل وإلى غاية تيوزو والجزائر العاصمة إذن أمطار خير متابعين كرام وغاية نافع لكل الفلاحين سنوفيكم بكل ما هو جديد في قادم الساعات فقط شجعونا ولو بكلمة طيبة لمواصلة تقديم جديد أحوال التقص هذا والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر